رغم المحاولات الإيرانية التعطيمة على أي تفاصيل تشير لمعرفتها الفورية بالطريقة التي أسقطت بها الطائرة الأوكرانية إلى أن التفاصيل وعلى ندرتها تتكشف تباعاً لتبين أن السلطات الإيرانية على عكس ما دعت تعلم ومنذ اللحظات الأولى بما اقترفه الحرس الثوري من خطأ أدى لإسقاط طائرة المنكوبة بأحد صواريخه تسريب صوتي لقائد طائرة كانت تحلق بالتزامن مع تحليق الطائرة المنكوبة بثته وكالة أنباء أوكرانية أجبرت طهران على الإقرار بصحة التسجيل التسجيل الصوتي المسلب أظهر محادثة بين قائد أحد الطائرات المحلقة بالسماء وبرج المراقبة في مطار طهران خلال الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية أشار فيه الطيار لرؤيته ضوء صاروخ أصاب طائرة وأحدث فيها انفجار كبير وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلت عن المدير المسؤول بتحقيقات الحوادث في منظمة الطائران المدني الإيرانية قوله إنهم سلموا التسجيل لمسؤولين أوكرانيين مضيفا أن بلاده لن تشارك كيف بعد الآن أي أدلة من التحقيق الخاص بتحطم طائرة ركاب الأوكرانية وكانت طهران نفت في البداية إصابة الطائرة بصاروخ لكن الحرس الثوري الإيراني أعلن فيما بعد مسؤوليته عن إسقاط طائرة الأوكرانية في بداية كانون الثاني الماضي والتي راح ضحيتها 176 شخصا ترجمة نانسي قنقر